إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبز منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله إن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده نعمة الإسلام ونعمة الدين حين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان به دون أن يشرقوا معه شيئا وحين هداهم الله إلى تمسق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه في أقوالهم وأفعالهم وأقائدهم فتلك النعمة الغذمة والمنة الكبرى التي أنعم الله بها على بعض عباده من المؤمنين والمسلمين فبنعمة الإسلام يرفع الله المسلمين على أعدائهم وبنعمة الإسلام يؤذّ الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين فبنعمة الإسلام تكون السعادة في الدنيا والآخرة من كان يرين العزة فلله العزة جميعا الله سبحانه وتعالى هو العزيز يعز من يشاء من عباده بسبب دينه والله سبحانه وتعالى هو الكبير يعظم من شاء من عباده بسبب دينه فالله سبحانه وتعالى نصر عبده إبراهيم وكان منفردا ليس معه من أسباب القوة دنيوية شيء لكن الله عز وجل نصره في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما بنسرة الله سبحانه وتعالى وبسبب تمسكه بدين الله عز وجل والله عز وجل نصر عبده نوحا على قومه فنجاه الله سبحانه وتعالى ومن آمن معه من الغرب بسبب دين الله سبحانه وتعالى والله عز وجل نصر عبده موسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه على عدوهم فرعون ومن كان معه بسبب تمسكهم بدين الله فمسروا العزة المسلمين إنما هو دين الله فمهما تمسكوا به كما يريد الله عز وجل كانت العزة معهم وكانت النصرة معهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لكن الناس إذا تخلفوا على هذا الدين وانكتعة الأسباب التي تكون بها النصرة الخاصة ظنوا أنهم على شيء فهم بعيدون عن تلك النصرة فانظر بأحوال المسلمين واعتبر بأحوالهم أين وصلوا وإلى أين يصلون وهذا كله يرجع إلى سببين عظيمين السبب الأول تغيير دين الله سبحانه وتعالى بزيادة فيه أو نقص فيه أو تغيير فيه الذي يسلكه أهل البدع والأهوى والسبب الثاني هو كثرة الظنوب والمعاصي دون التوبة والإنابة إلى الله فإذا أراد المسلمون النصرة الخاصة فعليهم الإنابة والتوبة إلى الله وتمسك بدين الله سبحانه وتعالى كما علمنا به نبي الله صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أمي ألوه تعالى تعدو ككويم الله كبركلا كنمكي لنقلم بيلا أي سلا ألوه تعالى يتمكي لنقلم بي أي نوفر على يسريك سلمو ألوه تعالى ما نما سيك أكا جوني نما من قبو كازي سلميان نما ألوه تعالى ما هيرا فويك أكا جوني هيرا من قبو كازي سلميان هيرا ما نما من قبو كازي الله تعالى يكون ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر